موسيقى أهلا بكم إلى كلام بيروت تكثيف الاتصالات على خط تأليف الحكومة الجديدة كما ظهر أمس في نشاط قصر بعبدة وبيت الوسط تصدر صحف بيروت اليوم والتي تابعت أيضا تطورات ملف إدلب في سوريا وملف البيئة في لبنان هذه العنوين على أهميتها تزاحمها العنوين الاجتماعية والمعيشية لا سيما على أبواب فصل المدارس والشتاء وغيرها كلها سأتابعها مع ضيفي النقاب سعد الدين حميد السقر الأمين العام للاتحاد العمالي العام صباح الخير استسائر أهلا وسهلا بك صباح الخير أهلا وسهلا بك وشكرا على تحت الفصل لأنه حتى يكون بهالزرف اللي احنا على الاقتصاد يتضغط أنه نقدر نحكي عن بعض الأمور اللي بتهم الناس بمراجعة على مواقفك وتحرك الاتحاد العمالي العام بالفترة الأخيرة توقفت عند موقف قدلت فيه حضرتك بالعام 2015 وقلت دعيت فيه للملمة الأوضاع سريعا من خلال إعادة الانتجية لمجلس الوزراء وفتح أبواب المجلس النيابة يعني إذا منشيل التاريخ ومنحط تاريخ اليوم 2018 نفس الكلام هذا 2015 إذا رجعنا للأربعينات طلعنا الصحافة من الأربعينات لليوم وطلعنا بالخمسينات والستينات والسبعينات شو تغير بالسياسة المحلية اللبنانية معنا نفس المشاكل والنفس اللي احنا عم نعيشها نحن ما بنينا دولة مؤسسات نحن ما بنينا دولة نقدر الدولة تكون مسؤولة عن ناسها وعن شعبها وما بنينا كل مقوناتها ومقوماتها فمشان هيك عم بطلق التاريخ عبعيد نفسه هي زيتها نحن ما تغير شيء ولن يتغير شيء مدام العقلية السائدة هي زيتها وعلى اليوم موجودة عم تتحكم بسياسة البلد وبعد ما نحن عم نعيش بنفس الظروف اللي كانت بطل ما قلت لك بالماضي نفس العقلية هي لليوم عم تتول دون تشكيل الحكومة للأسف ما عم نلاقي حدا عم يحاول يغير وكل ما شفنا التغيير عم نرجع نترحم على اللي قبله فللأسف للأسف هدا واقع الحال واقع النتائج اللي عم تفرزها الانتخابات اللي تتحكم فينا الطائفية والمذهبية والمناطقية تتحكم فينا كل شيء بعد هلأ قل القليل جدا جدا يلي فكرت بالبلد فكرت ببناء بلد بناء مؤسسات مؤسسات للبلد وتهتم بالمواطن نحن بعدنا منحكي بضمان الشيخوقة بعدنا منحكي بالتعليم منحكي بالصحة منحكي بالنقلم منحكي بالبديهيات البديهيات اللي رجعنا فيها لأبسط حقوق الإنسان دعم أنه أنا اليوم بعدنا في أرضنا لأنه ما شفنا شيء أنا بكل همنا نحن نشوف في موارد نقدر حقق مكاسب إنا ولا الزباني ولا الفريق بتاعنا للأسف مكاسب مالية وإنية بس وليك مش بلا بناء بلد ولا بناء وطن نعم بس بهالكلام أستاذ سعد الدين وكأن يعني فيه ظروف حاطت وتحيط في لبنان من الأربعينات وحتى اليوم واليوم عم ينحكي عن وقعها وتأثيرها بموضوع تشكيل الحكومة لبنان بيقدر يكون جزيرة مع زولي عن محيطه لا أبدا أولا أولا الظروف اللي نحن اليوم اليوم فيها ما بقولك تختلف بس وليك بنفس العقلية بس وليك بشدة أكتر يعني اليوم بلد هل يعقل أنه بلد يعقل سنتين ومص بلد رئيس جمهورية بلد رئيس جمهورية هلأ نحن لحتى نقدر نعمل حكومة متماسكة تقدر تلم البلد على نوعية جديدة وبتنم كان ده اللي يقول الرئيس سعد الحريري نحن موديل 2018 يختلف عن الموديلات السابقة طيب حتى مرد أن يعطوا فرصة لحتى تكون هذه الحكومة التطلع إلى الأمام اليوم كل هالأشياء والعنواني اللي عبتنا حكي اليوم ليه غابت عنها ليه كانت مساقية لما عدنا سنتين ونصفا لرئيس جمهورية واليوم فقدت المساقية لما نحن عمان نحكي بمساقية حقيقية لحتى نقدر نلم البلد نرجع نرجع البلد بصورة أفضل ويقدر يعطي حالة إنقاذية للوضع الاقتصادي بالدرجة الأولى يلي الناس اليوم عايشي بيهاجس اللي راح تبقى ولا ما حتبقى في خطر على الليرة بطل بعض الدول المجاورة إنه حيدغطوا علينا بكرة بالاقتصاد بالليرة أمام كل هاد المخاوف اليوم راح يساق بالمصارف يلي معه القلي يلي هني شايلين القرش الأبيض لليوم الأسود عب يحاولوا يقلبوا للدولار وعب يحاولوا يقلبوا للأشياء تاني والمصارف عمالي تطلع الروح لتقلب الدولار نتيجة القلق والخوف والرعب يلي صار عند الناس الفلتان الأسعار اللي عنا اليوم نحن بيقى مسل حاجة لحكومة نحن اليوم لو عنا حكومة فيه أشياء كتير يكن توفرت علينا أي حكومة يعني هون خلينا نشوف كاريكاتور أرمى حمسة أو لا كاريكاتور دايلي ستار حول تأليف الحكومة رسم خريطة لبنان تدور بحلقة مفرغة برقم 8 الذي تنتهي به سنة 2018 يعني وكأن الأمور رايحة للعام المقبل وقت لتقول لحنا بحاجة للحكومة أو لو كان فيه حكومة عم تحكي عن أي حكومة عم تحكي عن أي حكومة أنا عم بحكي عن حكومة حكومة اتحاد وطني حقيقي يعني؟ مش توزيع طواقف ولا توزيع مزايا ولا توزيع حصص والجميع لا وزير بالزير بيأقدم بهالبلد ولا وزير بالنائس هيأخر البلد نحن عم نحكي بحكومة لم شمل وطني شامل نقدر وبتر ما كانوا يقولوا أنه نحن حكومة العهد الأولى حكومة العهد الأولى من لن تتوقف أني أنا عباعة من الحساب ميم عنده العدد الوزراء أكتر الوزراء أكتر بالحكومة لربما يعني فيه كلام غير منطقي وغلام غير أخلاقي عم نسمعه أنه نحن عم نطلع أنه لا يعلم الغيبة إلا الله وما حدا الأعمار بيد الله ما حدا بيقدر يعرف شو بدي يصير بكرة نحن قاعدين هلا هون ما حدا نضامن حاله أنه يقدر من هون يعني سيارته فنحن اليوم بدنا نبني بلد ما بين بنا بلد على افتراضيات غير منطقية وغير معقولة نحن فقامة الرئيس الله يطول عمره ويشده بالعافية وشفتوه مؤخرا شفتوه مؤخرا شفتوه مرتين بخلال 48 ساعة ورجل واعي لكل الأمور الدقيقة وعايش أدق التفاصيل ونحن الله يطول عمره حتى يقدر يشيننا من هالأزمات اللي نحن فيها الكرة بملعبه الكرة مش عبقول بمرعب فقامة الرئيس أنا عبقول بمرعب الفرقاء السياسيين الموجودين الفرقاء السياسيين الموجودين فقامة الرئيس يفترض ونحن نعتقد أنه بينظر لكل الفرقاء السياسيين فريق واحد بالنسبة لإله ما عنده تمييز بين فريق وفريق هلأ أبط للأب اللي عنده خزا ولد طلقي عنده واحد مميز وهم مميز عن الآخرين بس ولكن هذا التمييز لا يعني أني أنا بقدي على البائيين نحن نحن بالعكس عما نحافظ على كل الأبناء وكل البلد لأننا بدنا نحمي بلد ما بدنا نحمي أشخاص ولبنا نعمل فرضيات ونعد نعمل مناجم وقت اللي بتقول الحكومة تنقذ البلد برأيك الأمر يتوقف على شخصية من سيكون وزير يعني اليوم هيك لفتني مقال ما عم تذكر وين أنه خلي نقيب المعلمين يجي وزير تربية نقيب أو رئيس تجمع يجي هو وزير اقتصاد أو غيره يعني الشخص المناسب بالمكان المناسب قداش شخص الوزير كمان بيلعب دور نحنا مع الشخص المناسب بالمكان المناسب بس وليكن نحنا ما بتجيبه مهندس بتحطيه طبيب صحة وبتجيبه دكتور بتحطيه وزير أشغال وبتجيبه يعني هذا أي محل أي مكان أنت عم بتحط الرجل المناسب بالمكان نحنا عم نوزع الحكومة شو يعني وزارة سيدي لهلا نحنا ما عم نفهم شو يعني وزارة سيدي ما دام الكل عبيض وعطاوله وحده والكل له صوت واحد بالقرارات الأساسية السياسية الخطيرة اللي بتنسب البلد وإلا إذا كنا نحنا عم نجيب قلب الجبن اللي نشوف هذا أي شق فيه أكتر يعني بعد شوية لحنعطي مناقصات للوزارات أنه مين اللي بيدفع أكتر ومين بيعطي امتيازات أكتر بالمكاسب والصفقات وبالبلبل وبياخدها الالتزام صارت الوزارة لم تعد وزارة خدمات للمواطن صارت وزارة التزام وصفقات بس تم معربة الموضوع بهالطريقة هل تأمل خيرا لا أكيد بالمرحلة المفتل إذا كان نحنا اليوم نحنا اليوم كنا ثقة بشخص أول شي فخامة الرئيس الجمهورية والثقة اللي حازة دولة الرئيس سعد الحريري من فخامة الرئيس ومن كل الكتل النيابية من أقصاها إلى أقصاها ما كان فيه معارضة بتسمية الرئيس سعد الحريري من كل الأطياف من شان هيك نحنا أننا سأل بشخصية الرئيس سعد الحريري أنه يختار الناس يلي يكون ينجحوا الحكومة وينجحوا البلد السألة اللي قوليت للرئيس الحريري وتسميته بالإجماع تقريبا ليش ما ترجمت بواقعيا لحد اليوم يعني صرنا فتنة بالشهر الرابع على مساعي لتأليف الحكومة هذا هذا اللي نحنا عم نصر شو بيعني هذا الأمر هذا بيعني أنه كل واحد عنده حساباته الخاصة يعني ما كان عنده خيار وبديل عن الرئيس سعد الحريري وهذا ما تم فعلا بتسميته بس ولكن لما جينا على الواقع وتوزيع الحصص سفى كل واحد يحسن موقعه ويحسن ظروف الخاصة بسياسته بطائفته بمذبه أنا هلاك النار كنا عم نحكي بشغلي أنه بتلاقي الوزير على مدى سنوات من الحكومات السابقة بتلاقي وزير بوطني وعلميني ومعجبين كل الناس بتوصل إلى استحقاء كتير بسيط بسيط بيرجع طائفي مذهب زاروب حزب لا 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 يغير الله ما بيقوم حتى يغير ما بي أنفسهم الاتحاد العمالي العام عنده عدة سلسل التحركات يمكن اليوم على العشرة في اعتصام وتظاهر صحيح من أجل حراك المتعاقدين برياض السلحة أثناء نعقاد اللجنة النية بيرد على تجاه اللجنة التربية القيام بدراسة لأكتراحة تتحركوا باستمرار عم بتلاقوا تجاوب نحن نحن الاتحاد العمالي العام نحن صوت الناس حاضنين كل الأمور المطلبية المحقة يعني بمحلات كتير أسلم يومين أسلم علمين بعض المؤسسات الكهرباء بعض كتير من المؤسسات الاتحاد العمالي العام كان رعية لأنه هذا دوره دور رعاية المطالب الاجتماعية والمطالب المحقة اليوم في تحركات أصحاب الحاجة هنا عمالي يتحركوا الاتحاد يتبنى هذه الأمور يكون معهم برح كالرئيس الاتحاد العمالي العام على حدود حمص بالفاكهة بالفاكهة لأنه في من سنتين موظفين العمال بلدية الفاكهة لم يتقادوا رواتبهم ف يعني الاتحاد لما بيوصل لهذه الأبعاء هذه كلتا وهذه المنة متابعة حقوق الأصغر واحد الأكبر واحد بالدولة وبرجع بالإكشالي كنا عم نحكي بعمالي البلدية صغار للموظفين والكذا الوقت اللي كان عنا مدراء العموم بالدولة كانوا عابجوا إلهم مطالب وكان إلهم بعض الأمور نحن كنا الاتحاد العمالي عام طولة الاتحاد العمالي عام هي كانت عم تتابع كل هذه الأمور كيف تعتقد الاتحاد العمالي العام بدوا يرجع يعطي هذه الصورة الجامعة لللبنانيين لأن بمراحل والكل بيذكر ما شو صار بسبعة أيار أنه كان الاتحاد العمالي العام واجهة لحراك ما خصوا بالعمال ولا بالعمال العام اليوم كيف عم ترجعوا تبنوا السئة فيكن كاتحاد طبعية ظروفها مختلفة تماما هل عم ينحكي عن شيء بيشبهها يمكن يصبح الاتحاد العمالي العام لن يكون أدات ولن يكون وقود أي معركة الاتحاد العمالي عام همه الوحيد وعم ناخد دورنا الحقيقية والفعلي في تحقيق مطالب الناس وتبني مطالب هالناس وعم يكون جنبه ليلة نهارة والاتحاد العمالي عام عم ينظل الاتحاد أبوابه مفتوحة والاجتماعات عم ينظل تكون من الصبح حتى التسعة وعشة هذه الديناميكية الموجودة اليوم بالاتحاد يعني بكل صراحة تعطي ثقة للعامل تعطي ثقة لأصحاب المطالب أنه نحن جديين بمتابعة قضاياهم مع المسؤولين من أعلى رأس الهرم حتى يعني بكل المراحل بكل الظروف شو تعليقك على بقول أنه صعوبة الوضع الاقتصادي اليوم وهي بجزء منها بسبب سلسلة رتب والرواتب يلي أقرت وهلأ فيه استحقاق دفع قصم منها كان بسبب الدفع أو الضغط الأول اللي مارسوا الاتحاد العمالي العام وبتلاقي بعض فيه ناس مش ممنونين يعني وكأن هالموضوع ما أدى غرضه بشكل كامل أنا بدي وشاني يلي تم إقراره من خلال سلسة الرتب والرواتب نتيجة شو تراكمات سنوات لورا لو كانت الحكومة عبتقوم بدورة واحد عبتفع أول بأول ما كانت تراكمت الأمور ووصل عليها الدفعات كليتها اليوم أنا عندي استحق بدي أدفعه بدين ما يجي أجل 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 عب يتراكمه ما في شي حيموت بس بالأخير أخذوا حقهم ما أخذوا أكثر من حقهم وفي ناس ما أخذوا حقهم لأن بعضهم عب يطالبوا في تصريح وضعهم وفي ناس ما بيستاهلوا وأخذوا حقهم بس نحن كاتحاد عمالي عام سيناتنا هذه الشريحة من المجتمع ومن الطبقة الأساسية بالبلد بس ولكن هذا لا يمنع أنه نحن في عقد اجتماعي بيننا وبين الدولة اللبنانية بشخص فخامة رئيس الجمهورية أنا زاك رئيس ميشيل سليمان رئيس الحكومة الرئيس نجيب مياتي على عقد حول تصريح الأجور للقطاع الخاص نحن كقطاع خاص نحن ما يعنينا التصريح الأجور اللي هي بتعطيك دورة اقتصادية بالبلد اللي هاد عمالي ياخد عميصنف بالبلد عمالي وبعدين ما بيجوز دل تصريح الأجور على مدى هالسنوات كلاتها لما بكرة عفوا ما بكرة حيجي يقولوا على الاتحاد العمالي عام ما استدرك انه يا خي اللي اخدوا سلسلة الرتب والرواتب حقهم هذا ما اتمننونا فيه لانه نحن تعطيني حقنا لما بتطبق ما تم التوافق عليه بين الدولي والاتحاد العمالي عام حول تصريح الأجور بعد الفاصل تصريح الأجور بالتفصيل بدي اسألك عنه والهموم المعيشية البيئية والتربوية وما فينا كمان ما نحكي شوي بالسياسة ان شاء الله بسيء الحلق لحظات ونعود نعود لمتابعة الحلقة مع الأمين العام للاتحاد العمالي العام النقاب الاستاذ سعدين حميد السقر الحديث اصلا بالبريك ما توقف شكيوة شكيوة واليوم الست الهام مفريحة بالأنوار بتقول هالاستحقات المعيشية والبيئية والتربوية تستدعي تأثير مهل فترات السماح للحد الأدنى لانه اي انتكاسي على مستوى هالملفات ستؤدي لقلاق الوأترابات يبدو البلد بغنى عنها فترة السماح أمام تشكيل الحكومة لأي مدى ممكن تستمر يعني الوضع بالبلد لأي متى بيقدر يحمل هالمراوحة أولا كلمة فترة سماح لتشكيل الحكومة نحنا هايدي القصة مرفوضة لأنه ما في شيء اسمه سماح نحنا في شيء اسمه بدنا نعمل حكومة وطنية إنقاذية بتشيف كل هالوضع بس اليوم فترة سماحي يعني أنا رجعت فوضتنا بمرحلة ابتزاز وضغط ضغط وابتزاز لتشكيل الحكومة كيفما كان نحنا ما بدنا حكومة كيفما كان نحنا بدنا حكومة تقدر تكون فعلا إنقاذية حكومة فعلا تحمي البلد تحمي اقتصادنا وتريح الناس وتأمن كل السياسات اللي أقمل أبسط حق المواطن حصول عليها عم تحكي عن تصحيح الأجور كنت قبل البداية صحيح وقت لأقرد سلسل اللي ترتبوا الرواتب غلاء الأسعار اللي رفاقها جعل الناس يقولون بلا هالزيادة وبلا الغلاء يعني اليوم أي تصحيح إضافي للأجور قد يترافق مع ضرائب جديدة مع غلاء أسعار جديد يعني بيجعل الناس يترحمون على الولاء كيف بدك تعمل هذه بدون تصحيح أنا بدي أقولك شالي أولا بالبداية الاتحاد العمال العام ليس أداة قيادة الاتحاد موجودة برئاسة دكتور فشارة أسمر وقيادة الاتحاد فردا فردا لسنا مستعدين أن نكون أداة ولا وقود ولا نحن وسيلة لمطلق إنسان ليحقق مقارب سياسية على ظهر الاتحاد ليه عم بتكرر هالكلام أنا لا لا لأنه حضرتك أشارة المشاية سبع أيار نحن أملنا الظروف مختلفة تماما قلاقل وإضطرابات يعني بيفهم منا شي بيشبه سبع أيار الظروف مختلفة تماما أولا برج لك شعلي نحن موجودين لحماية مصالح الناس أنا بدي قليل اليوم تجي الحكومية أي حكومة وأي دولة تأمن للمواطن التعليم اللي هلعب يطبع هدل فيه بالشارع لما بتلاقي مريول طفل عمره 3 سنين حقه 100 دولار بمدارس خيرية إرسالية بإسم الدين وبإسم الطائفة وبعيدة عنه معمل هذا المريول 20 متر حقه 20 دولار أو 30 دولار ونحن كوزارة اقتصاد ويني به هالموضوع بتروح على وزارة التربيه يعني بس تحكي به هالطريقة بتروح غير مدرسة في شغلة مهزلة بتحكي مع وزير التربيه بقولك لا هذه شغلة وزير الاقتصاد تحكي وزير الاقتصاد إنه اليوم وزير الاقتصاد بقولك أنا ما إلي حق فوت جوات باب المدرسة هذا الانفصام في التعاطي والتعامل هذه قمة السخري بمصالح المواطنين بعدين اليوم شغل يتيني اليوم عنا موصل مدارس بروح يشوف المقسات اللي عبتصير بيجي بقولك خد ابنك عغير مدرسة إزاي المدرسة ما عاجبتك طب اعطيني إفادة لروح غير مدرسة سدد كل اللي محقين عليه لحط نعطيه بطليعة المساعب بقول عيسى بوعيسى بالديار موعد افتتاح أبواب العامة العام الدراسي والتفاوت بالرؤية بين لجان الأهل وأصحاب المدارس الخاصة يلي لم تتموا على جتا حتى ساعة العلاقة بموضوع المدارس الخاصة العالقة من سنة الماضية الاتحاد العمالي العام عم بتبعها نحنا تابعنا وعطينا حلول وعطينا مقترحات أخدوا فيها بعد منها ليش تعصريت ليش رجعت الأمور لنقطة السفر يعني نحنا برجع بقولك الاجتماعات كانت تحصل بنقابة المعالمين وبالاتحاد العمالي عام وكان الدكتور بشارة أسمر عمالي يتابع كل التفاصيل طبعا ونحنا معه أنا نائب رئيس أمين عام ولمعنيين بكل الملفات الحياتية لأنه نحنا كل واحد مننا نعيشة عم نحكيها بتركيبة البلد بالاتحاد العمالي عام منه كيفة شرائح الناس ما جايين من عالم تاني نحنا نمثل الشرائح الموجودة بالمجتمع تحد ترجعوا تبينوا بهالشكل لأنه في فترة مثل ما قلتلك أستاذ سعد الدين كان في شعور عند العمال نفسهم أنه هالاتحاد ما بيمثلهم جميعا ومنشان هيك شفنا عدة اتحادات وعدة النقبات أنا أنا بأعنى بأسلع الحاضر نحنا هلأ اليوم أداء الاتحاد راضي الناس ولا لا هذا السؤال أنت بدأت أداء الاتحاد ضميريا نحنا شايفينه لما عب يتنقل قيادة الاتحاد من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى منطقة ومن محل إلى محل وعم نعضى العشر ووحد عشر بالليل هذا دليل أنه الاتحاد يعمل صح وعم نتابع شغلنا بضميرنا ومسؤولياتنا اللي إحنا لازم يكون فيها أو نقول نحنا ويمكن غيرنا يقدر أنا كنت عبي حكيلك قبل الكتلة السياسية كبيرة كانت بزيارة المجلس اقتصادي نعم أحد النوات الأطباء عمال يسأل أنه أنا بدي جيب سياحة الاستشفائية على البلد وما عنا تسهيلات لا بالمطار لا بالتأشيرات ولا بالتأشيرات ولا بالتأشيرات تقولي يا حبيبي ما عليش مع احترامي وتقديري لإله ونحنا بتكون مفخر لأنه لما منكون منارة بالشرق ومنستشفى الشرق البيروت بس أنت طبيب ونائب عن منطقة إذا أجيك واحد من منطقتها خلى بده دخول على أي منستشفى قادر تأمله تاخد قادر تأمنه أنه يفوت يستشفي على حساب الضمان الاجتماعي حساب وزارة الصحة على أي حساب أنا قبل ما فكر بابن عمي بدي فكر ببيته بدي فكر ويحانا أوه شعلي وين السياسة الاستشفائية والصحية الموجودين صرنا من أيام أنا بدي أقول شعلي كلنا نذكر تماما الله يرحم الرئيس الشهيد رفيق حريري لما استقبل أنا زاك وزير صحة وسلموا البطاقة رأم واحد بطاقة السشفائية رأم واحد بعد ذلك هلأ بمننوا الناس البطاقة الصحية وين هي وين مفاعلة أنا ما بدي أخذ بطاقة وين صارت البطاقة الصحية أنا ما بدي بس يروح يعمل صفقة طباعة بطاقة نتزور وكذا وأنا ما أملها شو فيه ورامنا فنحن بعدنا منعيد نفس القصة سياسة النقل وين سياسة النقل تاعت الدولة هذه سياسة نقل موجودة اليوم أنه أنت عنا مليار دولار نحن هدر محروقات بالشوارع بسبب العجقة مليار دولار بسبب نحن لعنا نقل محترم بطاقة الدول وين النقل العام؟ كان يبقى فيه نقل عام؟ بعضه موجود بس روح يطلع وينه؟ موجود؟ عم بيمشي عالطاق لا 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 والقطارات يلي بيقبضوا الخيمين عليها رواتب عالية جدا حلا أنا اللي بدي أخذ نحن قلنا لهم بالتحرك النقل والاتحادات النقل نحن ما يعنينا سياسة نقل تعني المواطن أنا بدي مترو بالأحياء بالمناطق بيروت بدي القطار اللي يطلع من محافظة لمحافظة بدينا النقل اللي يقدر المواطن يطلع فيه موفور الكرامي يعني أنا بدي أقول شغلي اليوم أنت لو عندك قطارات لو عندك قطارات موجودة بالمحافظات أنت بتلاقي ابن جنوب بيطلع بالقطار بنص ساعة ثلاثة ربعا ساعة رسعة على أقصى ضائعة وابن الشمال كذلك وابن اللي بقع كذلك بتوفر ضغط على العاصمة بتوفر عليهم وبدلوا هذا بموجود بيقته الاجتماعية وبدلوا ضمن محيط عائلته وبدل بقية الدول اللي يحاهم نشوفها برنا يعني هلأ عم بتحكي عن أشياء كتير حلوة أنه تتحقق بس يمكن صعبة المنال الأشياء الأسهل المنال وما عم تتحقق وهي حماية حقوق السائقين اللبنانيين بالسيارات العمومية يعني دايما عم بيشكوا من مزاحمة اليد الأجنبية بهذا الموضوع شو عم تعملوا على صعيد حماية اليد العامل اللبنانيين أنا قلتلك شالي نحن يعنينا من تحرك النقل المواطني واقف في عين الشمس وناطر السيرفيس وناطر رفالنا يطلع فيه نعم رأيسة ما يتحقق هالشيء رأيسة ما يتحقق هالشيء هذي شهرة الدولة مطلوب هي الدولة يترجع تلحقها وبعدين إذا بناء جسر صار لهم خمس سنين مع معفو خلصوا بجل الديب كيف بدون يبنوا كلها الشبكة هذي مسؤولية المجتمع مدني نحن جزء من المجتمع مدني نحن هذي مسؤولية المجتمع مدني النفيات الموجودة بالشوارع أمبارح شفنا تحرك المجتمع مدني بالبلد مشين المحارق هذي مسؤولية المجتمع مدني ومسؤولية البلد ومسؤولية الناس لما موظف فئة أولى بيروح إجازي ليغيب له عشر تيام ما بيحط حدم محله ما بيكلف حدم محله تتعطل كل دائرة كل المدرية تيعته هاي دولة عم نبنيها بسبب شو غياب المحاسبة أول شيء بغياب المحاسبة أنه ما حدا بيقدر يطال حدم والناس كل واحد مستقوي بمرجعيته مستقوي بمرجعيته كل واحد مستقوي به ونحن للأسف هذا هذا حتى يعني فيه أشياء واحد إذا حكيها واسترسل فيها يمكن ما بتقول للمصلحة حتى يعني بالمشاكل أو الأزمات اللي عم مورهها البلد اقتصاديا لنبقى نرجع لجريدة الديار بتقول بتلتة شهر أغلق 1233 محل تجاري لبيع الألبسة والهدايا والأسواق معدومة ليس من حركة شرائية سرح 3000 عامل وعامل بها المحلات التجارية وفي 4000 بحل تجاري مهدد بالأغلاق بدي أرجع أسألك عن اليد العامل اللبنانية شو عم تعمله لحتى تحموه اليوم نحن أولا على تواصل دائم مع وزارة العمل بداية التفتيش وزير العمل مشكور كم مرة حكينا وعمين نلحق لأول مرة الناس استغربت أنه الاتحاد العمالي عام عم يشتبع مع بعض أو كرم أو بعض الناس ياللي مؤسساتها لا تستخدم إلا اللبنيني هالي عم يفتش عليهم أنه نحن لحتى نشد على إيه كمان اليوم في عنا واقع بالبلد ما فينا ننكره أنه أنت عندك مليون ونصف مليون سوري بالبلد اليوم هالي إذا تغطي عليهم كتير كتير أنت عم تشوفي الكيسات الاجتماعية أو شو عم بصير بالبلد من أمور كتير فهذا كمان مسؤولية الدولة تنظم هذا الأمر مش مسؤولية اتحاد في أساسا كلنا منعرف وكلنا منوع أنه كل عمره السوري موجود بهالبلد نعم بقطاع البناء بقطاع الزراعة بقطاعات تانية السوري موجود ما هلأ طارق السوري على اليد العام للبنينية كل المطلوب تنظيمي هذا العمل لحتى نقدر نعيش كل لاتنا سوى بأمان اجتماعي من شهر من شهر كل لاتنا واللبنانيين سمعوا حادثة مؤسفة جدا 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 أب ابن شاب شاب دبح أمه لحاجة لحتى أخذ لها سنسالين ده ما بيتلحقهم 200 دولار أمه عمره 25 سنة ما بيتلحقهم 200 دولار هذا زلمي لو كان عم يشتنهم أما الحد الأدنى الأدنى يمكن ما كان فكر بهذه الأسة بس وليك أن الضغط الاجتماعي وبعدين الفساد اللي نحن عم نعيش والمناطق وعدم تنظيم المحلات الموضوئة بالأحياء هل يمكن لاتوا شو بدي أزمات اجتماعية هنشوف بعض جرام أده دي على كذا مرة والحل بيبدأ برأيك بتشكيل حكومة بتاعت السئة تطلق عجلة الاقتصاد من جديد نحن نحن كنا بزير دوت الرئيس حريري وكنا عم نجده الإسراع بتشكيل حكومة مش كيف ما كان مش حكومة كيف ما كان حكومة إنقاذية للبلد إنقاذ الاقتصاد بيكون عندها خطة وبعدين ما عليش نحن ببعض البلدان بنشوف وزير صر 11 سنة و12 سنة بالوزارة لأنه هذا يجي ننفس خطة بس بنفس الدولة بتلاقي لما وزير عندهم بيأثر شعرة أول واحد هو بيدفع التمن نحن بدنا وزير يتابع لو بالقليل لإخر العهد يتابع خطة عمل طريق يرسم خطة طريق ويوصلنا فيها لشيء اللي بدنا إياه لما نصحت الناس كيف بينظر الاتحاد لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص يلي إذا تشكرت الحكومة وبدأ تطبيق مؤررات مؤتمر سادر جزء مهم من الخطة أولا مؤتمر سادر هلأ عابي عاولوا عليه بس ولكن نحن نرأي بموضوع الاتحاد لو مليعا بموضوع السادر وما كانزي وما كانزي كنا منتمنى أنه ما نوصل لها دل حول بس ولكن ما في مناص إلا ما تر السادر يكون موجود لحتى يقدر يخفف اقتصاديا واجتماعيا على الناس شو المأخد شو ما أخد مكانزي مكانزي على المؤتمر وما كانزي لا نحن 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 عم نحاول دايما تكون الحلول داخلية بس ولكن ما عم نقدر نحن عنا أغنية بلبنان أرض كل الدول الأوروبية بس ولكن للأسف أغنية بره مش هوني ورسامي لهم بره مش هون أنا كنت بلد عربي تفاجأت شفت بعض الزمع أنه من اللبنانيين من اللي بنعرفه أنه عنده أربع خمس مصانع بره وهون ما عنده وبيجيب إنتاجه لبيروت يبيعه بحجة الاتفاقيات التجارية الموجودة أنه أنت بس أجيبه من بلد عربي بتفوت لهم بدون جماري هو عبره يعمل مصانعه بره عبيحرم العامل وليد العامل اللبناني العمل عبره لأنه هون فيه ضرائب كمان بره هون فيه عنا ضماء اجتماعي عنا كهرباء بره بره هونيكي متوفرة الكهرباء والطاقة متوفرة وكل الأمور متوفرة هونيكي عبيعطوه تشجيع للإستثمار وليخوضها الأرض من الدولة وعشر سنوات ما حدنا بدق عليك البيج هذا شو بقد يجيب وعد عالبلا يعني هون هلأ اليوم دميلتنا سلوى بعلبك حيكي عن هالموضوع أنه تفرد ضرائب رسم مقطوع على المؤسسات والمهن الضريبة تقتل الضريبة يعني ما في حوافز لهؤلاء الصناعيين أو الرجال الأعمال أنه يقيموا مصانع هون في لبنان يعني اليوم نحن من خلال عملنا عم تيجي تشوفي الزراعة عم تنضرب عنها المزاحمة غير مشروع لما تيجي بتعلي على التلفزيون وبتشوفي كميات هائلة عم تفوت على البلد نحن زمينا النائب رئيس الاتحاد حسن فقيخ كان هلأ عم بيعد لمؤتمر زراعي لحماية الزراعة اللبنانية تشدد بمنع تغريغ يعني أغرق الأسواق لحماية الزراعة يعني نحن بلد بطل بلدنا منصدر مثلا البطاطا أو الخضار ومنستورد نفس نفس الغراط نفس الغراط عم نستورده يا حبيبي أنا بدي أمن المزارع اللبناني أنا بدي أمن اليد العامل اللبناني أنا اللي عبي يعمل مصانع بره بالدول العربية هيدا شو عمل هيدا أخذ سرطه من لبنان وحتى بالدول المجاورة وحرم اليد العامل اللبناني من العمل خلينا ناخد فاصل بعده بنا نرجع نكمل حديثنا بهذا الموضوع وبما يتبقى لدينا من وقت لحظات ونعود معك أستاذ سعدين حميد سقر النقابي تنقلنا بالملفات بس ما حكينا عن الكهرباء زحلة اليوم بحسب منشات شرق الأوسط مهددة بالظلمة نتيجة تمدد الخلاف السياسي بتقول بولا أستيح أنه سجال بين القوى السياسية المتناحرة فتح باكرا بخصوص ملف الكهرباء بمدينة زحلة الواقعة شرق لبنان الخلاف العون القواتي والعون الكتائبي تمدد لعروس البقاع بعد زيارة الوزير سيزار أبي خليل لزحلة وأعلن نية الوزارة استعادة امتياز شركة كهرباء زحلة لمؤسسة كهرباء لبنان وتاليا نستنتج أنه زحلة ستكون عروسة الظلمة وليس عروسة البقاع شو بتقول بملف الكهرباء؟ أولا نحن سيزارة الاتحاد العمالي عام منذ زمن بعيد نحن ضد الخصفصة أينما كانت الخصفصة بس ما هي الخصفصة بتجيب النظام أموالي عاموالي 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 ع نحن موضوع الامتيازات نحن مع الدولة لما بيكون في دولة حقيقي ما يكون في دولة وعلى جناب عشر موالدات كهرباء وهي بتسعر بعد ما شفنا في دولة بتسعر الموالدات الخاصة ما شفنا في دولة يقال عن صفقة فيها مليونين عدات كهرباء صفقة فيها مليونين عدات كهرباء بدنا نفرض على تقول الموالدات بيع المولدات بيع العددات لحتى يبيعوا العددات وعملين صفا فيها بس وزير الاقتصاد اللي كان ضيفي هالأسبوع نفع هالكلام قال انه هو اعلن استدراج عروض وطلب من التجار يجيبوا مولدات بدون ما يحصر الموضوع فيه والله كنا بهالبنط فوق الأرض مشكتنا عملية السيئة ونحن نعرف اليوم جايبين عددات مستعملة أنا جديدي من وين جايبين أصحاب الصفاقات اللي بيعملوا سروات بيعرفوا من أين تجي كيف بدك لك أن يكون في سئة ان الدولة تستلم كعربة زحلة اليوم لا لا أنا اليوم يعني لي ان الدولة ترجع تيقل دورة بزحلة وبقديشة وبعالية وبكل الامتيازات دولة مسؤولية دولة في مؤسسة كهربائي لبنان في وزير الموارد المائي والكهربائي في مسؤولية الدولة إذا ما عندها المسؤولية شو قاعد تعمل بس تعمل بابازات وتقبض مصارب ما ببلش هالشي بشراكي مع القطاع الخاص لو وضع الأمور على السبكة أول شغل أول شغل لأنه مع القطاع الخاص ما في مزح يعني يا سبتنا يا سبتنا اليوم العقلية الموجودة نحن نعرفها في المطالة والأخزواخ وعلي وعلي وزواخ هي ذات القصة بنبرد بأرضنا بنبرد بأرضنا نفس الأشخاص نفس الناس ونفس المحصوزين ونفس كل الناس نحن اليوم امتيازات عليه امتيازات قديشة امتيازات نحن ما بيعنينا نحن بيعنينا العمال الموجودين بهالمؤسسات نحن سنبقى إلى جانب هالطبقة العمالي الموجودة نحن مع عمال الموجودين بزحلة ونحن تبنانا مواقفهم وحنتبنى مواقفهم بس أوليك نحن ما منتبنى الحفاظ على الامتيازات لجمع السروات يعني نحن تبتعرف الامتياز ما شو الامتياز عب يأخذ عب يشرم الدولة بسعر كتير بسيط عب يستعمل كل منشآت مؤسسات كهرباء لبنان من أعمل بس نجح بتأمين الكهرباء وعمالي نرجع يعني أهل زحلة نسو شو يعني فاتورة مطار يعني بالنهاية في نتيجة بمحلتاني ما في نتيجة وفي نفس الوضع أنا بشاركك بالرأي شركك بالرأي لأنه هلأ للأسف ما بدنا نحكي التناقض بالكلام بس للأسف الكهرباء مثل التليفونات كان بالتليفون مواطن لبناني يطفق مستألاف دولار ليجيء يحصل عقب تليفون لبيته لما عملت مؤسسة خاصة لإله انتظمت هلأ يمين بتأدي تليفون بعد ساعة بيركب التليفون فاليوم نحن للأسف نرجع السئة للدولي فالدولي ترجع تاخد دورة وترجع تاخد تقول أنا مسؤولي عن هذا الشعبي اللي حط سئته فيه وللأسف كثير الناس برجع تتحكم فينا العقليات العصبية أكتر ما هي المواطنية أول أولويات الاتحاد العمالي العام هلأ شو هي أكتر شي عم يعطيه اهتمام الاتحاد أول شي نحن ضغطين بكل اتصالاتنا لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وتكون حكومة إنقاذية مش حكومة كيف ما كان نحن زرنا الرئيس الحريري أكتر من مرة وطرحنا عليه هذا الأمر وطرحنا عليه المساعدة بأي أمر نحن فينا نحن أولويات الحكومة هلأ أوليات الاتحاد العمالي العام يكون في حكومة لنقدر نحقق مطالب الناس ووجع الناس ونخفف وجع الناس يعني نحن اليوم عنا تصيح الأجور عنا سياسة نقل عنا سياسة التعليم سياسة الاستشفائية عنا أمور كتيري نحن طالبين من الحكومة وطالبين هلأ إنه تصير من أبسط أمور هلأ جدوى الأعمال كنت حركات بالشارع إذا ما ما تحققتها نحن نحن بتمقلت ليه الاتحاد العمالي عام بمجرد ما تطلع الحكومة لحيكون مدى مدى التجاوبة معنا وتعاطيها بمسئولية مع مطالب الاتحاد العمالي وإذا ما تطلعي إذا ما تجاوبت بروح المسئولية الوطنية بهذا الأمر ساعتها بيكون هني عبوضونا نزلوا على الشارع هني عبوضونا نزلوا على الشارع وعملوا هالتحركات الشعبية تبقى دي رحت عطوا فترة سماح هالحكومة الجديدة نحن نحن ساعتنا بالعهد دولة الرئيس سعد الحريري كفيري أنه نحن ننتظر نتائج إيجابية ونحن من هالمنبر هذا ما فيه إلا ما توقف عند مقسات عابيعيشها اللبنانيين مقسات عادية هي مطار بيروت الدولي هالمقسات اللي عابيعط فيها المواطن أربع ساعات وست ساعات لا في إي سي ريحة المراحيل ديعة بتعنبي كيف تأرجع المطار الوضع المأساوي بالمطار هيدا نحن طالبنا بإنشاء هيئة طوارئ للمطار تشيل هاد المهزلة يمكن لأنه الفترة تحاج ومغادرة المغتربين من 1400 سنة فيه موسم حج والمغتربين رجعوا من أيام جبران خليج جبران عنا مغتربين فهيدي ما حجة جوهية بالزمان شتت تلجي برهر البيدر عزلوا ثلاثة ربع رجال الدولي يتفضلوا هلا يشوفونا مين مسؤول بالمطار على هالمهازن اللي عمل ولازم كل إنسان يدفع طمع غلطه غلطوا أو يتقاضى جزاء من اللي عملوا منه تشعر سؤال أخير إنه هل هناك من يستفيد من تشويه صورة لبنان أمام الخارج؟ فيه حدا ممكن يستفيد من هذا الأمر لكي نقول إنه ربما يكون كل شيء معرق المدبر ما في حدا أنت اليوم ببيتك تلاقي فيه بدون عائلتك ناس عم ما تحاول يعني تعيد مسيرتي بالطبع نحن بلد فيه ناس كتير ممكن بتستفيد من وضعنا الصعب أو فيه ناس ممكن تروح تجي فلا أكيد فيه بس وليك إنه نحن ما بنقدر إلا ما نواجه هذا الأمر بروح وطنية عالية لما بنواجه بالروح المسؤولية والوطنية العالية كل هذه الأمور تتحطم إن شاء الله النداء يوصل أستاذ سعد الدين حميد سائر الأمين العام للاتحاد العمالي العام بدي أشكرك على مرافقة اليوم والحلقة وأيضا أشكر المشاهدين على المتابعة وإلى لقاء في حلقة جديدة من كلام بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر